ومن مجازة الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم وأبدأ مع النهار موجة سيناريوهات عشوائية وجلسة الأربعاء رهن ساعتها يتواصل مع عطلة نهاية الأسبوع الاستنفار السياسي والنيابي الشامل قبل ثلاثة أيام من موعد الأربعاء المفصلي في مصير الأزمة الرئاسية رغم انطباعا صاحق يسود البلاد بأن الجلسة الانتخابية الثانية عشر لمجلس النواب لن تشهد انتخاب رئيس جديد في ظل انحصار المواجهة بين المرشحين الوزيرين السابقين سليمان فرنجي وجهاد أزعور ولذا تنامت في الساعات الأخيرة الشكوك الأقرب إلى تساؤلات قلقة حول ما يمكن أن يحصل في حال ثبوت تقدم أزعور على فرنجي تقدما مثيرا للخوف من فوزه إذا تركت المعركة تأخذ مجرها ولكن أوساطا معنية متابعة بمجريات الاتصالات الجارية سخرت من ووجة السيناريوهات الأعلامية التي تستبق موعد الأربعاء مشددة على أن الأمور ستكون مرهونة بساعتها وليكن ممكنا أو واقعيا رسم سيناريوهات مسبقة فيما الواقع يتحرك بقوة كبيرة حاملا تطورات جديدة في كل لحظة ويواصل حزب الله حملته على الفريق الآخر معتبرا أن من تقاطع لعزله عبر قطع الطريق على مرشحه سيفشلون داعيا في الوقت عينه إلى الحوار وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله شيخ نبيل قووق أنه أمام أزمات البلد المتراكمة يجب أن تكون المرحلة مرحلة إنقاذ وليس انقلاب على التوازنات الداخلية الحساسة إلى صحيفة الأنباء الكويتية البزري للأنباء نعلن مرشحنا الرئاسي الثالث قريبا أعلن النائب عبد الرحمن البزري أنه هو النائبين أسامة سعد وشرب المسعد ومعهم بعض نواب التغييريين كالياس جراضي وملحم خلف ونجاة صليبة وسينتيا الزرازيل وغيرهم إضافة إلى نواب عن مدينة بيروت وتكتل الاعتدال الوطني وبعد مشاورات ولقاءات سوف يعلنون قريبا عن اسم مرشحهم للرئاسة كخيار ثالث في محاولة لإعادة الاستحقاق الرئاسي إلى سياقه الوطني بعد أن أخذ منحا مذهبيا وطائفيا واذ رفض البزري الكشف عن اسم المرشح اعتبر في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية أن الوصول أي من المرشحين صعب عندما يصبح الخيار الثالث وبالتالي نذهب إلى رئيس يمكن أن يشكل نوعا من التفاهم عليه وليس بالضرورة أن يشتم عليه 128 نائبا لافتا إلى أننا كنواب التقينا ولم نتقاطع لأن تقاطعنا لا يشبه أي تقاطع آخر وقلنا أن الانتخابات الرئاسية أهميتها وطنية أنها تعيد حركة ما يسمى تفعيل الحياة الدستورية بعد أن بدلنا أن هناك اتجاه منحه تصعدي وتصعودي لذلك حاولنا إعادته إلى صياقه الوطني في صحيفة الديار لليوم المعركة على أصوات المترددين وأجواء حامية قبل جلسة الانتخاب وفقا للمعلومات التي توفرت للديار من مصادر الطرفين أن أحدا من المرشحين فرنجي وأزغور لا يضمن تأمين الـ 65 صوتا في الدورة الأولى وأن الدورة الثانية مستبعدة لأن النصاب لن يبقى مؤمنا فيها وفي ظل هذا المشهد المحموم قال مصدر نيابي بارز في الثناء الشيعي أمس للديار إن جلسة الانتخاب قائمة وكل فريق يتحضر لها ومن المرجح أن تكون نتيجتها كنتائج جلسات السابقة لكنها تختلف عنها بوجود مرشح جدي هو سليمان فرنجي ومرشح منافس تقاطعت عليه أطراف عديدة غير متجانسة من جهة ثانية علمت الديار من مصادر موثوقة أن النواب المعارضين لأزغور في التيار الوطني الحر مستمرون على موقفهم وهم كما صار معلوما سيمون أبيراميا إبراهيم كانعان على عون أسعد رغام ولياس بصعب وأن النائب في تكتل لبنان القوي فريد البستاني يتجه إلى التصويت لأزغور وعلمت الديار أن رئيس التيار جبران بسيل وصل الضغط والسعي لإلزام نواب التيار بقرار تأييد مرشحه ودعا إلى اجتماع إلكتروني مساء أمس للمجلس الوطني للتيار للتأكيد على هذا الموقف وأضافت المصادر أن نواب الأرمن التشناق الثلاثة يتجهون أيضا إلى التصويت لفرنجي إلى صحيفة الأنباء الإلكترونية أسبوع رئاسي دقيق الأربعاء حق الاختبار وكباش أحجم مصادر سياسية مراقبة استبعدت في حديث مع الأنباء الإلكترونية أن يقدم حزب الله على توطير الأجواء الأمنية عشية جلسة الانتخاب كما استبعدت في الوقت نفسه تأجيل الجلسة لسبب عينه ففي ظل أجواء الانفتاح بين إيران والسعودية ليس هناك من مصلح لإيران بتوتير الأجواء في لبنان وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يتفرد بقراره عن طريق اللجوء إلى افتعال مشاكل أكان ذلك بقصد أو بغير قصد لكنه حتما قد يلجأ إلى التعطيل إذا ما شعر أن أسهم أزعور تتقدم على فرنجي المصادر اعتبرت أن جلسة الأربعاء بمثابة اختبار لما يمثله الحزب على الساحة السياسية وأن حزب الله كما بات معروفا غير مستعجل الانتخاب الرئيس ما لم يكن هناك ضغط دولي على إيران لتعديل موقفه وفي السياق المواقف توقع النائب بلال الحشيمي أن تكون جلسة الانتخاب في حال حصولها بداية النهاية لترشيح فرنجي الذي لن ينال في تأمين نصاب الجلسة أكثر من 46 صوتا في أفضل الحالات أما جهاد أزعور فقد ينال أكثر من 60 صوتا ولم يستبعد الحشيمي حصول صفقة ما تكون بمثابة حل وسط بين الطرفين لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يلجأ حزب الله إلى افتعال مشاكل أمنية لإعاقة العملية الانتخابية بدليل اتراجعه عن التهديد والتهويل لأن الفوضى في لبنان قد تنعكس سلبا على التقارب السعود الإيراني وسياسة الانفتاح بين البلدين وإعادة فتح السفارات في كل من الرياض وتهران اشتركوا في القناة